وعديد من الاندية الدوري الممتاز دخلت في سراع خلال الفترة الماضية من اجل التعاقد والحصول على خدمات عبدالله السعيد قائد فريق نادي بفرامز يضمه الفترة القادمة الاندية اللي دخلت في المفاوضات عشان تضم عبدالله السعيد هي عندية فاركو والزمالك والمصري البورسعيدي بالاضافة ايضا في الفترة الاخيرة نادي البنك الاهلي كل الاندية عايزة عبدالله السعيد كل الاندية شايفة ان عبدالله السعيد افضل صنع العاب في مصر مع تقدم الوامر راجل دخلت 38 سنة وراجل يبدع ويكسر الدنيا وعمل اداء رائع جدا ومازال يعني مرغوب فيه كلاعب في كل هذه الاندية لكن حسب معلوماتي بفرامز متمسج جدا بعبدالله السعيد لحد اخر لحظة هم شايفين عبدالله السعيد مش مجرد لاعب مهم هو شايفينه كمان قائد فيه غرفة خلع الملابس ومهم جدا للفريق بشكل عام